في صفحة اسمها قاوم قاوم دي صفحة اخوانية بيديرها اتراك واخوان من تركيا دي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بتحرض الشباب الصفحة دي اهو بلاغ ايه الصفحة ايه دي صفحة ايه قاوم احنا بنخش على الصفحات نشوف من اللي بيدورها وبتطلع منين الصفحة دي بتطلع اعلام قاوم تطلع من تركيا قدامنا يعني مش محتاجة كلام خلاص لكن الغريب في الصفحة ايه اللي مكتوب عليها بيقدم خريطة خريطة الطريق رشدة برشامة بيغشش الشباب بيقول لهم كيف نصنع الفوضى في مصر امبارة جيت لكم عزم بشارة وبيقول ان احنا نجيب شباب بكاميرات يلفوا الشوارع ويعملوا قلاء والنهاردة بقول لكم ادي موقع او صفحة اسمها قاوم تطلع من تركيا فاحنا بقول للاتراك احنا كمان قادرين نعمل صفحة ومئة صفحة والف صفحة ونقول للاتراك الشباب الاتراك يعملوا ايه لكن انا بقول الاخوان اللي موجودين في تركيا هم اللي بيعملوا هذه الصفحات ايمن نور ومؤتز مطر ومحمد ناصر ومحمد ناصر وتنظيم الاخوان وتنظيم الدولي بسرعوا ايه الزغارة انك يبدأوا يشغلوهم بلقمتهم عشان يعملوا صفحات تهاجم الدولة مش كده وبس وتحاول ان تقدم للشباب يعني فيه نظام اهو الحرب خدعة بقول لك خمس اساسيات لمن اراد الناصر في كتاب فن الحرب لجنرال الصيني سان توز بيقول ادي خمس خمس جمل اتعلمهم عشان تقدر تعمل حالة فوضى فاكريني الكلام اللي كان العالي زمان بتدربه في سيربيا مش عارف فين وفين وفين ده موجود على صفحة قاوم تاني بقول لكن تاني بقول الاخوان من حيث المبدأ والمنهى بقول لهم الموضوع الحدوطة خلصت القصة خلصت وانتوا انتهيتوا لم يعد لكم حق في هذه الحياة الى البكات